أقول ده أحسن يوم حياتي يفتيتي حياة جديدة بقليه من السرعة بالنسبة لحفلة الخلع أو طبعا هي بالنسبة للمجتمع الريفي ممكن تكون غريبة وممكن تكون مش معتادة لكن طالما أنا مش بقزي حد ومش باجي على حد أنا ما عنديش مشكلة أن أحتفل بأي حاجة تخصني أنا يعني أفرح بيها لي أنا مش لأي حد ستات زي كتير جدا في الحالة بتاعتي ويمكن أسوأ ممكن أنا نزلت ولاقيت شغله وقدرت أفتح بيتي وأقوم بدوره اللي هو اتخلى عنه لكن في ستات كتير مش قادرة تعمل كده هم أحق بالفرحة دي لما الزمن والدنيا تبقى في صفهم وتنصفهم من المشاكل اللي هم فيها يعني عندنا أصدقاء كتير على صفحتنا صحفيين وبيشتغلوا في مواقع أخبارية شايفوا الخبر عجبهم فنزلوه على المواقع بتاعتهم ومن هنا جي خطوة الانتشار دي اللي أنا ما أصدهاش خالص موضوع الخلع لو الراجل مش قابله ما كانش يسمح به أنا مش برفع قضية خلع وهو ما يعرفش بيها ده بيروح له إعلانات مرة واثنين وثلاثة ومواعيد جلسات كان قادر جداً إنه هو ينهي الموضوع ده بشكل أحسن من كده خصوصاً إنه أنا بعد قبل موضوع الخلع عادنا كتير وحاولنا كتير إنه إحنا نخلص بالمعروف وبالود وكل واحد يروح لحاله ويحصل الطلاق بشكل ودي لما هي كلمتني وقعت لي اللي هي كلمتني وقالت لي اللي هي خلعت وانا كنت مبسوطة عشانها لأنها فعلاً تستاهل تعبت كتير شئت من حقها تفرح ومن حقها تبقى مبسوطة من حقها تبديد حياة جديدة مع ابنها كنت بتمنى أنا كنت مكانها بصراح عشان يعني كون الطلاق نرسه كان جارح بالنسبالي لو أنا كنت خلعت كنت فرحت وكت ردد قرامتي هي جمدة جمدة لما الواحدة تتطلق عشي معنى هما يفلحوا وإحنا ما يفلحش هي حاجة جديدة في مجتمع أرياف لكن هي حاجة إحنا مش ما كناش عاملين الحفلة إنها هتكبر بالطريقة دي أو إن الموضوع هياخد الحجم ده إحنا فكرنا إن إحنا بنفرحها لأن هي تعبت كتير فالموضوع الأخد الشوق جامد ده ده علشان إحنا فريق عمل تطوعي فمعظم الصحفيين موجودين عندنا فالموضوع انتشر بالطريقة دي لكن إحنا نكوناش مرتب له كده خالص أولاً رحبنا بالفكرة ما حدش يتفاجئ لأنها كانت مستنية الخبر ده من زمان وكان نفسها تبقى حرة من زمان وكانت ظروفها مش حلوة ونفسيتها كانت تعبانة وإحنا فعلاً فرحنا إن هي الموضوع ده يعني خلاص خلاصت منه الموضوع الخلوع ده الحمد لله تم على خير وكنا فرحين كلنا بموضوع الحفلة كنا مرحبين وعملنا لها بستيات ومشاركة وكنا كلنا فرحانين زي أي واحدة ست بتاخد بمجرد ما بتاخد الحكم بتبقى فرحانة جداً وفيه ستات وفيه ستات على النقيد بيبقوا أنا جات لي كان فيه حالة عندي وجات بقى متعسرة وإنها عايزة تتخلها ومجرد ما بقولها مبروك إنتي حصلت على الحكم رح تمسوطة في وشي في التليفون وانت خربت بيتي انت بتقول بي مبروك على خرب بيتي يعني فيه النقيد يعني واحدة زعلت مع ان هي اللي كانت بتسعى وهي اللي دايماً مستعجلة على صدور الحكم وزعلت على صدور الحكم لكن سوها فرحت وعملت الحفلة بتاعتها واعتقد ان فيه حفلات كتيرة بتحصل في الموضوع ده بس بقى أنا اللي بيظهر في الميديا وأني اللي ما بيظهرش دي حاجة ما بترجع للصفحات بتاعتهم اللي هما بنشروا عليه موسيقى